أنا منساعدك على التموقع داخل المشهد الفني المصري مثلا مرجعياتك السياسية القريبة من نظام في تلك الفترة؟ بالعكس أنا كنت في الفترة دي من المعارضين لأنه أنا بنتمي إلى حقبة في تاريخ مصر هي هي تكويننا اللي هي مرحلة الخمسينات والستينات ودي اللي أنا تربيت فيها الفترة اللي أنا دخلت فيها كانت السبانات وكنا محتجين في الجامعة وكنا معارضين وعايزين نسترد أرضنا ووالأخر فكان الواحد يعني ابن مظاهرات وابن جاو بالشكل ده فبالعكس أنا ما كنتش في حدن النظام على الإطلاق لكن هي المسألة أنه أنه أنا كنت في حدن الموهبة وفي حدن المخرجين اللي قدموني وفي حدن الجمهور اللي التفح حولي دي مسألة ما لهاش علاقة بموقفك السياسية جمعكس